وقل ربي زيدني علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بالمتابعي الكرام تلاميذي الأولى باكالوريا في هذا الفيديو سنصح معكم واحد النموذج يتحدي الفرض الأول والدوراء الأولى ومن خلال هذا النموذج سنحاول نجوه على مجموعة ميناء الأسئلة والغرض هو أنكم تدربوا باش إن شاء الله تمكنوا أنكم تجابوا بشكل جيد على الفرض تحصلوا على واحد النقاط ليه جيدة وكذلك هذا يعينكم في الاستعداد للامتحان النهائي الجهوي لأن الاستعداد للامتحان الجهوي يبدأ من دابع من دابع كنبدأوا الاستعداد إن شاء الله إذن نحاول ونقرأوا هذا النموذج إذن نقرأوا هذا النموذج ومن بعد إن شاء الله سنبدأوا تصحيح إذن على بركتي الله لكن تجديد في القناة لا تنسى أنك تكون من المشاركين إذن الوضعية تقول إقرأ النصوص والأسئلة بتماع ثم أجب عن المطلوب بتركيز والله ولي التوفيق هنا الوضعية فيها لاحظ أخوك حرصك على استظهار صورة يوسف فاستفسرك عن سبب اهتمامك بها بالرغم من أنها تقص أخبار الماضي فأجبته بأن التصديق بها من علامات الإيمان بالغيب بالإضافة إلى أنها تضمنت الكثير من الدروس والعبر التي تفيد المسلمة في حياته كأهمية الوفاء بالعهود ومشروعية الزواج وكونه من سنن الأنبياء وضرورة امتلاك الكفاءة قبل تحمل مسؤولية إذن هنا عندما نقرأ وهذه نصيحة دائما في الامتحانات الفرض عندما تقرأ حاول أن تقرأ جميع الأسئلة ثم بعد ذلك تبدأ بالإجابة أولا حدد القضية التي يناقشها النص عندما نقرأ القضية ما هو الموضوع الرئيسي الذي يناقشه هذا النص ثم ثانيا إشرح ما تحته السطر في الوضعية عندنا هنا مجموعة من الكلمات عندنا الغيب، الزواج، الكفاءة، ثم المسؤولية إذن مطلوب أن نعرفها لغتاً واصطلاحاً ثم ثالثاً أكتب الآيات الموافقة لما يلي انطلاقاً من صورة يوسف حدثان غيبياً إذن هنا سأكتب الآيات جدي الآيات فيهما حدثان غيبياً ثم تدبيرين من الإخوة من أجل التخلص من يوسف جدي الأمور قاموا بها إخوة يوسف باش يقضيوا عليه ويتخلصوا منه إنت هنا تكتبني الآيات الدلة على هذا المعنى ثم صنف المعطيات التالية في الجدول هنا عندنا أركان الزواج وعندنا شروط دي الزواج إذن كنا الرضا الصداق الأهلية لإشهاد موافقة نائب شرعي إن عدام الموانع الشرعية الزوجان نفقاً كل حد نحطها في المكان دياله ثم أيضاً حدد موقفك من التصرفات التالية مع التعليل إذن عندنا الموقف ثم هنا سنحدد عندنا التصرف هذه وضعيات ثم هنا موقفك هل أنت متفق أم لا مع التعليل إذن قابلت زكية الزواج من منير رغم إصابتها بمراض معدي رغم إصابتها بمراض معدي ثم أكره مراد ابنته وبثينة من الزواج من ابن أخته سعيد ثم اتفقت زينب وزكريا على الزواج بدون مهرين ثم اتفق عدنان وسامية على الزواج لمدة عام فقط إذن هنا أنت واش متفق لو متفق تعطينا أعلى هاش الدليل وطب هل تعليم نقول تعليم هنا بناء على ما رأيته في الدروس ثم السادساً عقد الرسول صلى الله عليه وسلم مع قريش صلحاً بالحديبية في العام السادس للهجرة ثم كان هذا الصلح سبباً لفتح مكة الذي وقع في العام الثامن للهجرة المطلوب هنا أذكر علامتين على إيمان الصحابة بالغيب مطلقة من هذين الحدثين ثم أذكر بندين من بنود صلح الحديبية إذن هذه الحديبية كانوا عندها تفق على مجمع من الأمور أذكر أنت منهم جوش ثم أذكر نتيجتين لهذا الصلح وكيف تبرهن على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم مطلقة من فتح مكة إذن هاشير وكل شيء سنجاوب عليه إن شاء الله فقط الآن أنا أقرأ عليكم الأسئلة لكي أعطيكم فرصة لاختبار أنفسكم ثم أحدد بعض آثار الإيمان بالغيب على الفرض والجماعة من خلال جدول التالي إذن هنا نشوف آثار الإيمان على الفرض ثم الآثار ديره على الجماعة إذن هنا نعطيكم فرصة أنكم نجاوبوا وبالمناسبة الرابط لهذا الفرض أتلقاهه في صندوق الوصف أسفل الفيديو في أول تعليق اللي بغي يطبعه ويخرج ويعود من بعد تتبع معي تصحيح إذن إن شاء الله نبدأ التصحيح إذن على بركة الله إذن بعد أن قرأنا الوضعية كان السؤال الأول هو حدد القضية التي يناقشها النص وقلنا القضية هنا هو المضوع الأساسي الذي يناقشه النص وهنا لو لاحظنا في السطر الأول لاحظ أخوك حرصك على استظهار سورة يوسف فاستفترك عن سبب اهتمامك بها بالرغم أنها تقص أخبار الماضي إذن هنا سيكون أو تكون القضية الأساسية هنا التي يناقشها النص هي الغاية نعم هي الغاية من دراسة سورة يوسف والعناية بها لماذا نهتم ولماذا نعتني بسورة يوسف إذن هذا الجواب بكل اختصار نمر إلى السؤال الذي بعده إذن في السؤال هنا عندنا إشرح ما تحته سطر في الوضعية عندنا مفردات ثم معناها اللغوي ثم المعنى الإصطلاحي نبدأ بمعنى الغيب عندما نقول الغيب فالغيب في اللغة هو ما لا يرى الغيب لغة هو ما لا يرى واصطلاحا هو ما لا تدركه حواس الإنسان وعلمه وهو من اختصاص الله وحده الأمور لما نشوفها لما نقدرش أننا ندركها بالحواس دينا سواء بالسمع أو البصري أو السمع أو البصر أو الذوق أو اليد فهي أمور مخفية عنا لأن العالم كما رأيتم في درس سابق ينقسم إلى قسمين عالم غيب وعالم شهادة فعالم الغيب هو الأمور التي لا نستطيع أن ندركها إذن هذا باختصار إذن هو ما لا يرى واصطلاحا ما لا تدركه حواس الإنسان وعلمه وهو من اختصاص الله سبحانه وتعالى المصطلح الثاني والزواج الزواج لغة من زوج الأشياء زواجا وتزويجا أي قارن بعضها ببعض أي قارن بعضها ببعض قال تعالى فجعل منه الزوجين الذكر والأنتر وشرعا هو ميثاق تراض هو ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل ومرأة على وجه الدوام على وجه الدوام غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجين فالتعارف تكون دقيقة نوعا ما لذلك نحفظ هذه التعارف ثم عندنا مفهوم الثاني ومفهوم الكفاءة الكفاءة لغة الكفء هو النظير والجدير هو النظير والجدير بنظيره وهو الند المساوي لند المثله ومنه الكفاءة في الزوج هذا تعرف من ناحية اللغوية واصطلاحا هي مجموع الصفات عندما نقول إنسان كف بمعنى أنه يتمتع بمجموعة من الصفات الدال على مماثلة قدرات من كلف بمهمة أو مسؤولية لمستوى المهمة التي كلف بها هذا معنى معنى الكفاءة معنى الكفاءة أو يمكن أن نقول أن الكفاءة هي الأهلية لأداء الأمر الذي طلب منه إذا في تعرف هنا تختلف تعرف تختلف يمكنك أن تحفظ أي تعرف من تلك التعرف التي وجدت فهي يعني مقبولة فليس هناك تعرف واحد بالنسبة للكفاء جيد نمر الآن إلى السؤال الموالي هنا عندنا القضية ثم الآية الدالة على كل منها مثلا حدثان غيبيا حدثان غيبيا وهنا مثلا في صورة يوسف قال تعالى وجاءوا على قميصه بذم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمر فصبرون جميل والله المستعان على ما تصفون فهذا حدث غيبي هذه الأحداث للقصة يوسف تقريبا نرى كل أحداث لها غيبية لأنها حدثت في زمن بعيد ليست في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك نحن نؤمن بهرم أننا لم نرى هذه الأحداث وكيف وقعت إذن وجاءوا على قميصه بذم كذب إذن هذا حدث وقع عندما جاء إخوة يوسف عليه السلام بعد أن رموا يوسف في البئر وجاءوا بقميص ملطخ بذم يعني غير حقيقي فهذا حدث غيبي ثم كذلك قوله تعالى وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى يا هذا غلام وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون إذن هذا حدث آخر عندما جاء هؤلاء السيارة جماع من الناس وليسقوا في هذا البئر فلما ألقوا الدلو لاستخراج الماء تعلق فيه يوسف عليه السلام وصعد فالفارحوا بذلك فهذا حدث أيضا من أمور الغيب التي لم نراها وإنما وقعت في زمن الماضي ثم كذلك السؤال الذي بعده تدبيرين من الإخوة من أجل التخلص من يوسف جد الأمور قاموا بها الإخوة ليوسف عليه السلام كي يتخلصوا منه هنا لو رأينا هذه الآية قال سعالة أقتلوا يوسف أقتلوا يوسف أو طرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطوا بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تامنا على يوسف ما لك لا تامنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون إذن هو ليلة أمن نراه هنا عندنا جدي الأحدث يقتلوا يوسف أو يطرحوه أرضا إذن هذه كانت مشاورة فيما بينهم تفقوا على أن يقتلوا يوسف أو يطرحوه أرضا حتى يعني يخلوا لهم وجه أبيه ثم الآخر قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب إذن تفقوا أيضا على عوض أن يقتلوه أن يضعوه في هذا البئر ثم قالوا يا أبانا ما لك هنا بدأوا يراود يوسف يعني أب يوسف عليه السلام اللي هو يعقوب على أن يعني يسمح لهم بأن يحملوا يوسف عليه السلام معه إذن هذا الجواب يعني يمكن نقسمه هنا اقتلوا يوسف ثم بعد قالوا يا أبانا كل واحدة ندراه في مكانها جميل ثم هنا عندنا أركان الزواج ثم شروط الزواج عندنا هنا مجموعة من المعطيات الرضاة الصداق أهلية الإشهاد موافقة نائب الشرعي إعدام الموانع الشرعيات الزواجان ثم النفقة نضع كل واحدة في المكان ديال لغادي نبدو بالولا اللي هي الرضا الرضا هو من هل هو من أركان الزواج لا إذن هو من شروط الزواج من شروط الزواج أن يكون هناك رضا رضا الزواج ورضا الزوجة ولا يكون هناك إكراه ثم عندنا الصداق الصداق هو من ممتاز هو من أركان الزواج من أركان الزواج هو ذك الصداق هو المهر ثم عندنا كذلك الإشهاد الإشهاد هو من جميل هو من نعم العفو الأهلية الأهلية هي من شروط الزواج الأهلية من شروط الزواج أن يكون هذا الزواج والزوج أهلا للزواج يعني عندهم القدرة البدنية والعقلية ثم كذلك عندنا موافقة أو عفو عندنا الإشهاد 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 هو من أركان الزواج وما دوك العدول اللي كي يدروا كي يشاهدوا فهذا ما يقوم به العدلان فهذا كي اسم الإشهاد. ثم كذلك عندنا موافقة النائب الشرعي هذا من شروط الزواج أن يكون هناك موافقة خاصة إذا ما يكونوا يعني الحسب المدونة يعني إذا كان هذا الإنسان قاصر الإبنة كانت قاصرة ضروري موافقة دي الولي وإلا كانت يعني غير قاصر يمكن أن تزوج نفسها هذا حسب المدونة ولكن في الشرعي أحاديث فلا نكاح إلا بولي في المدهب المالكي ضروري قصي كل الولي ندوز هنا الذي بعده إنعدام الموانع الشرعية إنعدام الموانع الشرعية هذا يدخل ضمن نعم ضمن شروط الزواج ثم عندنا كذلك آخر شيء وهو الزوجان وهذا من أركان الزواج يبقى هذه النفقة النفقة هنا ليست من أركان الزواج وليست من شروط الزواج إنما هي من الأمور التابعة واللي هي من لوازم الزواج يعني أن ينفق الزوج على زوجته وهي طبيعة حال واجبة على الزوج لكن أثناء الزوج فهذه ليست من شروط الزواج ثم هنا عندنا التصرفات ثم الموقف والتعليل نبدأ بالموقف الأول قبلت زكية الزواجة من منير رغم إصابتها بمرض معدي هل هذا الموقف صواب أم خاطئ؟ إذن هنا لا أتفق لماذا لا أوافق؟ لأن من شروط الزواج السلامة من الموانع الشرعية إنسان إذا كان شيء مريض عندي شيء مرض معدي سيؤدي الطرف الآخر فلا يجوز له أن يتزوج به أن فيه إلقاء بالنفس إلى التهلكة والله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ثم أيضا يعني أكره مراد ابنته بثين من الزواج من ابن أخته سعيد هل هذا صحيح؟ إذن لا أوافق لماذا؟ لأن من أركان الزواج الإجاب والقبول قص يكون واحدة رضا شفنا في الشروط للزواج الرضا ثم اتفقت زينب وزكريا على الزواج بدون مهرين هل أوافق أم لا؟ لا أوافق لماذا؟ لأن المهر عفوا هنا قصة واحدة الراء المهر هو من أركان الزواج المهر من أركان الزواج يعني الزوج الزوجة ما عندهمش الحق يتفق ويقول مثلا يعني غاد يتزوجوا بلا صداق وخاج كون ديك الزوجة لباس عليها وما بغاش تأخذ شي حاجة فكيبقى هذا خصة ضرور يتأخذوا تأخذه بعد ذلك تتصدق به أو غير ذلك أما أن يتفق على أنهم ما يعطيهش المهر فهذا لا يجوز شرعا والمهر ما عندهش شي حاجة أقصى يعني تقدر تعطيه لي توجهتك ثم اتفق عدنان وسامية على الزواج لمدة عام فقط هل أوافق أم لا أوافق؟ إذا لا أوافق؟ علش؟ لأن الزواج هو ميثاق ترابط شرعي على وجه الدوام يعني لا يجوز أنك اتفق أنت وشي مرأة لأسان لك ما غادي تزوجه وأنت عندك النية دلك أنه فقط غدير واحد شهر والعام والله هذا وتطلق لا إنما الطلق هو تيكون حالة اللي هي يعني عارضة أن الطلق يعني تيكون هو شي حاجة اللي أنت في البداية منك تتزوج ما كتفكرش في الطلق إنما وتيجي نتيجة أو حل بعد من إنسان كتقع مشاكيل وهذا وما كيقدرش وليست لهناك أي فرصة لكي يصلحها بعد ذلك يدخل الحاكمين وكتكون مفاوضات وسير نتا وسير جي فتيبقى هو آخر الدواء هو هذا الطلاق فهو رحمة في مثل هذه الحالات أمن تفقع لي من الأول هذا لا يجوز شرعا ثم هنا عندنا نصوص عندنا هنا عقد الرسول صلى الله عليه وسلم مع قرية صلحة بالحديبية في العام السالس للهجرة ثم كان هذا الصلح سببا لفتح مكة الذي وقع في العام الثامن للهجرة وقع في العام الثامن للهجرة هنا أذكر علامتين على إيمان الصحابة بالغيب انطلاق من هذين الحادثين شيء أمور كسبين بأن الصحابة يأمنوا بالغيب منطلاق من الهجرة وكذلك فتح مكة لهما صلح الحديبية وفتح مكة إذن العلامة الأولى هنا هو تصديقهم لرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى أنه سيدخل مكة معتمر إذن من نقل المرسول صلى الله عليه وسلم أننا سندخل مكة معتمرين فهم آمنوا بذلك وصدقوا وفارحوا بذلك فرحا شديدا ثم العلامة الثانية أنهم عندما ذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمرة ذهبوا بدون سلاح ذهبوا دون سلاح فهذا كان بسبب إيمانهم بأنهم فعلا سيدهبون معتمرين آمنين لن يصيبهم مكرون إذن هذه من علامات إيمان الصحابة بالغيب ثم أذكر بندين من بنود صلح الحديبية صلح الحديبية في مجوعة من البنود من تلك البنود أن تمتدى الهدنة بين الطرفين لمدة عشر سنوات يعني صلى الله عليه وسلم اتفق مع كفار قريش وليكن في الخيمة ودروا حل المناظرة واتفاق وهذا وشد وجد فاتفقوا على مجموعة من الأمور منها الهدنة تكون واحد الهدنة بين قريش وبين الرسول صلى الله عليه وسلم لمدة عشر سنوات ثم كذلك أن يرجع المسلمون أن يرجع صلى الله عليه وسلم المسلمون إلى المدينة هذا العام يعني هذا العام هذا ميل يرجع العمرة يرجع المدينة حتى العام الجي عادي يجو العمرة وأيضا تفقوا على بجموعة من الأمور خراء مثلا تفقوا قالوا له إذا جاء وهذه كانت من الشروط وهذه قاسية على الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا جاء شي واحد من المشركين جاء وأسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم فيجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد إليهم هذا الرجل وإلى شي واحد من المسلمين جاء ودهب عند المشركين مشركين لا يردون هذا الرجل إلى المسلمين فكان هذا من الشروط اللي قاسية واللي حزز في نفس بعض الصحابة رضي الله عنهم ولكنهم يعني استسلموا في النهاية لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم أذكر نتيجتين لهذا الصلح هذا الصلح كانت عنده نتائج لية إيجابية منها مثلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم تفرغ لنشر دعوة الإسلام بعد أن أمن من جانب قريش يعني أصبح الآن آمن هذا العدول هو قريش أصبح الآن في مأمن منه فالآن تفرغ لكي ينشر الدعوة ثم أيضا تفرغ المسلمون لتسوية الحساب مع يهود خيبر الذين نقضوا عهد عهدهم التي كانت لهم مع رسول صلى الله عليه وسلم يهود خيبر لخانوا العهد الذي كان بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم فهنا أو كذلك بني الناظر فالرسول صلى الله عليه وسلم تفرغ لهم باش يصفي معهم الحساب اللي كان بينهم ثم أيضا دخول قبائل كثيرة في حرف المسلمين وأيضا صلح الحديبية كان سبب من أسباب فتح مكة كيف تبرهن على رحمة نبي صلى الله عليه وسلم مطلقة من فتح مكة يعني شي دليل كبير بأن رسول صلى الله عليه وسلم كان في صفة الرحمة مطلقة من الحدد الفتح مكة الجواب هو أنه صلى الله عليه وسلم لم ينتقم من المشرك من نجا فاتح لمكة وصاف القراشيين عرفوا بأنهم لا يستطيعون مقاومة نبي صلى الله عليه وسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطاهم أمان أنه من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخل داره فهو آمن قالوا لي رجل كريم ابن أخي كريم كذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا أنتم مطلقة فعفى عنهم كما عفى يوسف عليه السلام على إخوته إذن هذا برهان على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ثم السؤال الذي بعده قد تكلموا على آثار الإيمان بالغيب على الفرض وعلى الجماعة إذن على الفضاء نقول مثلا من آثاري على الفرض أنه يؤدي إلى الهداية والاستقامة على الصراط المستقيم كذلك يعني يعلم الإنسان الصبر والاحتساب والثبات والرجاء في الله سبحانه وتعالى كذلك في واحط مألينة دي النفس والإحساس بأن الحياة عندها واحد المعنى وغايتها تحرير الإنسان من الخوف أما على الجماعة فمن ذلك قيام الأفراد بواجباتهم يخوف من الله الناس كأمن بالغيب فهم يؤديوا الواجبات دي لهم لأنهم يخافون من الله وأنهم يستحضرون يوم القيامة الذي سيحاسبون فيه على عمالهم وأيضا هنا يكون انتشار قيام السلم والأمن في المجتمع كذلك كتكون واحدة روح دي التضامن والتعاون بين الناس لأن هذه كلها من الأمور اللي هي تكون النتيجة دي أن أنا كان أمن بالغيب جميل هنا السؤال الذي بعده قالنا واحد السؤال هنا ما جاوبناش عليه إمكانيها واحد السؤال في الأول هنا والقضية في تعارف ومفهوم دي المسؤولية 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 هنا من ناحية الاستلاحية هي كل ما كلف به الإنسان سواء من الله عز وجل أو من الغير وهو مطالب بأدائه على أكمل وجه أي شيء يكلف به الإنسان أو يكلف الإنسان به نفسه فهو مطالب بأن يؤديه على أكمل وجه إذن هذا ما كانت من أن نكون ساعدكم في الإجابة على هذا الفرض وكل واحد يقول لنا شعجب من نقطة وتوفيق إن شاء الله ونلتقي في فرض آخر أو درس آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته